اشتركوا في القناة التمارين الأول أبنائي وضحت فيه جزئين الجزئ الأول حول توازن جسم صلب خاضع لقوتين والجزئ الثاني حول التكهرب تلميذ تعودوا التمارين الأول دوما يكون حول المادة وتحولتها وهذا خطأ التمارين الثاني حول التوتر الكهربائي المتناوب الوضعية الإذماجية حول المادة وتحولتها تمارين مقترح وبقوة معناها أبنائي رحكين في هذا النموذج كل الأفكار المقترحة نبدأ بالتمارين الأول إذن الجزء الأول كرية خفيفة بكتلتها عشر جرام مغلفة بورق الألمنيوم ومعلقة بخيط من الحرير آف مثبت على حامل نتركها لحالها كما توضحه الوثيقة واحد إذن لدينا الوثيقة واحد السؤال واحد أحسب ثقل هذه الكرية علما بأن الجاذبية الأرضية هي عشر نيوتن على الكيلوغرام هنا معطاك شرم سلاحة باش نتدي له وحدك في القانون الآن مدام رأي عندي كتلة بالجرام يجب أن أحولها إلى ماذا إلى الكيلوغرام ضروري والذين الجاذبية أستطيع حساب الثقل بكل بساطة إذن سأكتب التمرين الأول وأبدأ في الحل السؤال رقم واحد إذن حساب الثقل القانون واضح وبسيط ولكنكم قاة حفظه إذن بي يساوي أم في جي هذا هو قانون الثقل أبنائي إذن الثقل بوا يساوي كتلة لماس في الجاذبية الآن بالتعويض قبل أن نعويض نحول الكتلة من القرام إلى الكيلوغرام إذن عشر قرام نقسمها على ألف كم تساوي 0.01 كيلوغرام وعويض هذه القيمة أبنائي في القانون 0.01 كيلوغرام في الجاذبية عشرة كما طهن نفت بنين نيوتن على الكيلوغرام كيلوغرام طرح مع الكيلوغرام أكيد ستبقى معناه الوحدة بالنيوتن لأنها قوة الثقل عبارة عن قوة 0.01 في عشرة إذن 0.01 نيوتن هكذا نكون قد أكملنا السؤال الأول السؤال الذي يليه معناه ما زلنا سؤال الأول أذكر مميزة هذه القوة استعمي جدول قال لك أعطيني مميزات هذه القوة وهي قوة الثقل المميزات هي نفسها الخصائص أبنائي الجدول أو طريقة معناها رسم الجدول سهلة إذن مميزات قوة الثقل معناه خصائص قوة الثقل إذن نرسمه جدول ثم نرسمه بالمستارة نغير باش مضياش الوقت إذن هنا شنقوله القوة ما دم عندي غير الوحدة لو كان عندي زوج ندلو القيوة لو كان عندي ثلاثة ما ندلو قيوة أول ميزة نقطة التأثير هنا من قل لك مميزات القوة نبدأ بنقطة التأثير لو كان قال له ميزات شعاع القوة شعاع عندها مبدأ ثم الحامل أو المنحة ثم الجهة وأخيرا الشدة أو القيمة إله ما صحيح إما الشدة أو القيمة نبدأ بأول ميزة أبنائي الميزة الأولى معناها نكتب له بلي قوة الثقل بي شعاع نقطة التأثير قوة الثقل معناها هي قوة جذب الأرض للجسم أو لخرية بي الأرض تجذب الخرية من أين؟ من مركز ثقاليها معناها من مركز الضائرة إذن نقطة التأثير نقوله مركز ثقل الكورية بي ونرمز له بالرمز ماذا؟ بالرمز جيج الحامل هو ماذا؟ هو الخط الشاقولي أو المستقيم الشاقولي المار عبر مركز ثقال الجسم ومركز الأرض هنا يكفي أنك تكتب الشاقول ولا ترسم بواسطة المستارة مستقيم شاقولي هكذا ولا تكتب له هو المستقيم الشاقولي المار عبر مركز ثقال الجسم ومركز الأرض معناها بيكون معناها باش تدي النقطة كاملة هي فانية هذه ولا هذه تدعي لها نقطة كاملة فش هذا الجهة نحو أو شاقوليا نحو مركز الأرض إذن الجهة شاقوليا نحو مركز الأرض ما معناه معناه نحو الأسفل ولا نجمو نديره بواسطة تهم هكذا ونبينو الاتجاه فقط معناه هذه مقبولة أخيرا الشدة نجيبوها من معناه من القانون نحو ستطبقناها البلاد سيف فاصل واحد ماذا نيوتن هنا نكملنا مع مميزات قوة الثقل الآن السؤال الذي يليه سؤال ثاني مثل القوى المؤثرة على الكورية بيك الآن قørلك مثل القوى المؤثرة الكورية خاضعة لقوتين أولا قوة الثقل التي تكلمنا عليها ثانيا قوة توثر الخيط أو شد الخيط لأن الخيط معناه ماسكها إذن وما دام الجسم أو الخرية في حالة توازن لأنها في حالة تكون إذن شدة قوة الثقل هي نفسها شدة توثر الخيط نقول للقوتين نفس القيمة نفس الحامل ومتعكسة في الاتجاه معناها هذه ما دمسناها سيففاصل واحد نيوتن معناها بالضرورة قوة توطر الخيط سيففاصل واحد نيوتن إذن اثنين تمثيل القوى المؤثرة على الكورية ما هي القوى أولا نكتبها قوة الأولى قوة الثقل سيليه ذرنا عليها سابقا القوة الثانية قوة توطر الحبل أو الخيط كيف سمنا هنا ؟ الخيط فنزيلو الخيط مازال شائط إذن الخيط وهي ماذا قوة توطر الخيط تي شعاع توطر نجمع نوصولها بالرمز س blijح� أف فورس شعاع المؤثر على المتأثر المؤثر ما هو الخيط أف على المتأثر هو الخريبي ونجمع نوصولها بهذا الرمز ولكن هذا الرمز هو السهل ماذا حفظوه هذا هو السهل من قوة الثقل نجمو نمزولها بماذا؟ أف شعاء تي جذب الأرض لالكورية بي معنى هنا يكون نقول أف تي على أس ولكن هنا أسرع عنا هو مسمينا هنا بي إذن نجمو نمزولها برمز بي أو هذا الرمز أنا أفضل بي و تي جيكم سهلة الآن باش نمثلوا غادي نديروا سلم رسم لي طاوهنا سف فاصل واحد نيوتن تقابله واحد سنتيم سف فاصل واحد نيوتن تقابله واحد سنتيمتر وانا شحر عندي القيمة عندي سف فاصل واحد معنى هاش حال نديرون بشرة شعاء طاولته واحد سنتيم أقوم برسم أو إعادة هذا الرسم برسم بسيط خورة خيط حامل وأرض رسم بسيط الخورة يجب أن أقوم برسمها بالمدور لأنها ما عنديش مدور قد نسم بشرة هاك مركز أو رأس المدور هو مركز ثقل الخورية ننجو له بالرمز جي ثم نقوم برسم ماذا؟ الخيط آف إذن الخيط آف ثم ماذا؟ الحامل ثم ماذا أبنائي؟ ثم الأرض نرسمو الأرض هنا مدامها رسمها نرسموها لا بأس إذن الأرض وهذه الكورية أول شيء نرسموه هو ماذا؟ سيرانا دلنا نقطة تأثير معنى مركز ثقل الكورية الآن الحامل هو الخط الشاقولي الشاقولي كنخرجوه مدام هنا دلنا خط أفقي وهو الأرض نجيبوه كيمراء نديرو زاوية قائمة مع الأرض هذا هو الخط الشاقولي نديرو نقاط متقطعة هكذا الآن قوة ثقل تبدأ من ماذا؟ أو شعاعها معنى مبدأه هو المركز ثقل الكورية حامل هذا الشاقولي هو هذا الحامل الشاقولي الجهة نحو الأسفل أو نحو مركز الأرض وشحار قلنا؟ واحد تونثيم معناها واحد تونثيم ونديرو في شعاع القوة الثانية قوة توطر الخيط نقطة تأثيرها هي نقطة تلامس الخيط مع الكورية حاملها هو نفسه هذا الحامل الجهة نحو الأعلى دوماً الخيط النابل دوماً نحو الأعلى والطاويلة تكون نفسها واحد سنتيمتر ثم نكتب الرمز تيك الشعاع إذن هذا هو التمثيل بكل بساطة أبنائي السؤال الذي يليه أو الجهة الثانية ندليكو قاضي بزجاجي سي بقطعة من الصوف ثم نقربها من الكورية دون لمسها دون لمسها فتنجذب الكورية نحو القاضي برهي معناها انجذبت نحوه ولكنهم بعدين عليه ما لحقتش وما يصراش تلامس في الحقيقة لو كان هقرب له رضي يحدث تلامس الوثيقة اثنان واحد ما نوع شحنة القاضي بزجاجي أبنائي القاضي بزجاجي دوما بعد ذلكه يحمل شحنة موجبة لماذا؟ هنا ما قال لكش لماذا؟ لأنه يفقد إليكترونات هنا قال لك نوع شحنة قول له موجبة أو صحي إذن جزء أذنين إذن نوع شحنة القاضيب الزجاجي شحنة موجبة سهلة جدا اثنين فسر سبب انجذاب الكورية نحو القاضيب علىها انجذبت الكورية متعادلة كهربائية في الحالة الأولى ركزوا جيدا القاضيب زجاجي موجب علىها انجذبت معناها قاد نفسروا نحن نعرفه بالتكهرب هنا رحى حادث القاضيب بالدلك لأنه قام بدلكه والتكهرب الكورية رحى بالتأثير لأنه عن بعد هنا شحنة قاد يصرى تجاذب تلامس لما تناهر احنا ما قادش يصرى تلامس قاد يتجاذب وصيد اذا سأرسم لكم الرسم حتى اوضح لكم ماذا حدث للكورة ركزوا جيدا الكورة كانت كما هاك والقاضيب زجاجي كان هنا قاضيب زجاجي يحمي شحنة موجبة والخورة متعادلة سيتشكل للكورية وجهان أبنائي بحيث يظهر على الوجه المقابل للقاضيب زجاجي شحنة ساذبة فتنجذب نحوه اذا وتولينا في هذه الوضعية هنا الكورية وتبقى معناه دوما في حالة معناه تكون متعادلة كهربائيا اذا غير السالب هو اللي غير يجي من هذه الجهة وبالضرورة الجهة الأخرى سيتظهر عليها شحنة موجبة اذا شنقول له هنا فسر سبب انجذب الكورية اذا سؤال هذا واحد سؤال اثنين اذا سبب انجذب الكورية قال لك فسر اذا شنقول له عند تقريب عند تقريب القاضيب الزجاجي المكهرب من الكورية ب دون لمسها باللون الأحمر يتشكل لها وجها ما معنى هذا ابنائي معنى استقطاب سيبدأ تذكره في درس معنى تفسير التكهرب اذا استقطاب بحيث يظهر نقوله يظهر على الوجه المقابل المقابل للقاضيب الزجاجي نكتبها بلونه غاية شحنة سالبة فتنجذب نحوه فتنجذب نحوه قالك اذكر هالي فقط ما قالك لا مثل هالي لا ولو هنا رأناه في توازن جسم أو معناه جسم راح خاضع لكم من القوة هنا الكورية خاضع لثلاث قوة هناك قوتين سيزدنا لها وحدة القوة وهي قوة ماذا قوة جذب القاضيب الزجاجي للخورة إذن كم لدينا من قوة ثلاث قوة شو راح دخل لكم معناه جسم خاضع لثلاث قوة جسم خاضع لقوتين معناه هذا التمنين أبناء شامل جدا ما هي القوة المؤثرة إذن إذن سؤال ثلاثة إذن القوة المؤثرة على الكورية متى أكيد حالة الانجذاب مين تكون في حالة الانجذاب معناه مين تكون في هذه الحالة لين يذهب الأحمر إذن هي أول قوة قوة الثقل قوة الثقل دوما تبقى ما تروحش قوة الثقل معناه قد تكون قوة الثقل نبدأ نبثل هاتكم هاي قوة الثقل القوة الثانية قوة توتر الخيط هي تيشعة إذن تكون من هاي نحو الأعلى معناه تبقى معناه هذا وهذو يقوك مكان غير هنا الحامل يتغير هو نفسها الخيط القوة الثانية قوة جذب قوة جذب القذيب الزجاجي معطاوه نش رمستعه هنا نعطاوه نرمستعه سي ركزو سي للكورية بي كي نمزو له آف شعع المؤثر المؤثر هنا تكون الأثر هو س المتأثر تكون بي إذن آف س على بي س يرانا دلنا القوة المؤثر على القوة كي غادي جي غادي تكون من هكذا هذه القوة آف س على بي لاخدش هذا سموه س والكورة اسموها بي شعع هذه القوة أبنائي هنا لك أن نبغاندلوا التوازن حوام القوة الثلاثة تلقى في النقطة واحدة وهي النقطة نقطة ج سي تلقى في النقطة واحدة شرط الأول المحقق وما بعد أن تأكد من الشرط الثاني يقد تكون محاصلة القوة الثلاث معدومة إذن نكتلاحظ بالتمنين شامل ومقترح بقوة التمنين الثاني الآن أبنائي معناه معاينة التوتر بين طرفي المصباح معناه ما هو الجهاز اللي استعملتوه انتوما في السنة الرابعة يوري لكم التوتر شوه بعينكم إذن هو راسم الاهتزاز المهبطي بكل بساطة أبنائي إذن سأجيب عن هذا سؤال الثاني السؤال واحد إذن بشرة راسم الاهتزاز المهبطي هو جهاز اللي يسمحنا بالمشاهدة والمعاينة بالعين اثنين نشاهد على الشاشة منحنا يمثل التوتر بين طرفي المصباح إذن هذه هي الشاشة التعالجهاز شارعنا فيها التوتر معاين بين طرفي المصباح السؤال المطروح كيف يسمى هذا التوتر نشوف التوتر تعالى على شكل نوبات أو موجات إذن توتر كدير كهربائي متناوب روحا هنا المولد لك نكتوفه الرمز تعه هو الرمز عن الرمز تعه خط متموج معناها توتر كهربائي متناوب أولادي من يشوفوا درس ما يخلحكم ما يخوفكم ما والو الأسئلة سهلة جدا واضح إذن كيف يسمى هذا التوتر إذن اثنان آلف توتر كهربائي متناوب ما قال لكش علل باء استنتج بيانيا معناها من البيان قيمة التوتر الأعظمي سهلة جدا إذن باء قيمة التوتر الأعظمي لدينا قانون تعويض نتيجة التوتر الأعظمي هو ماذا يساوي ماذا يساوي يساوي أن في عدد مربعات نشوفه إذن التوتر الأعظمي هو أعلى قيمة يساوي له المنحنة هذه هي أعلى قيمة نشوفه غيمة الفوق ما نشوفه من تحت شعرنا من المربع نبدو من واحد اثنين ثلاثة إذن لدينا ثلاثة نكتبه ثلاثة هذه هي أن في في الحساسية العمودية التي تكون بالفولت لدينا واحدة قيمة بالفولت معناها قل لكل 11 في 2 فولت وهنا قل لكل 11 في 5 ميلي سيجوند هذه ميلي سيجوند عندها علاقة بالدور واثنين فولت عندها علاقة بالتوتر إذن الحساسية العمودية هي إذن إثنان فولت وتساوي كم إثنان في ثلاثة ستة فولت مباشرة هي قيمة التوتر الأعظمي السؤال الذي عليه جيم احسن دور التوتر الممثل على الشاشة قال لك الدور تحت التوتر هذا التوتر كهربائي الدور لدينا قانون مباشرة إذن جيم الدور الدور معناه تور معناه عدد معناه معناه هو نوبة موجبة زائد نوبة سالبة وأن يتم المنحنة دورة كاملة إذن الدور ت تور يساوي آن في آس آش آن نجمون ديرو آن آش على لنور ديفيزيون عدد المربعات الأفقية في حساسية الأفقية نخش عندها علاقة بالأفق هذا الدور عندها علاقة بالخط الأفقي التوتر الأعظمي عندها علاقة بالخط العمود هذه حفظوها أبنائي هذه قاعدة الآن نحوذ إذن الضور هو أن يتم المنحنة دورة كاملة لك نبدو منا هذه النوبة موجبة هذه نسبة دورة وهذه النوبة سالبة نسبة دورة منا لهنا دورة كاملة شعال علينا من المربع أفقيا 1 زوج 3 ربعة بالضرورة يكون كيفها 1 زوج 3 ربعة الربعة والربعة شعال ثمانية نبدو منه حتى لهنا إذن ثمانية ثمانية في آش هي القيمة التي تكون بالسيجوند أو ميلي سيجوند لدينا خمسة ميلي سيجوند نديرو في خمسة ميلي سيجوند أو ميلي ثانية وتساوي ثمانية في خمسة أبنائي مباشرة أربعون ماذا ميلي سيجوند الآن أنا بلما نقرأ سؤالي مراهب معناه بين غادي قلنا حسبو التواثر أو التردد إذن نقسمو على ألف رخش غادي نحتاجوها وذي جاء الدور دائما اللي قلنا يكون بالثانية ربعين قسمة ألف تعطينا الصيفر فاصل صيفر أربعة ثانية هنا عاد بشرانا أصنا قيمة الضور بالثانية دان وحسب تواثر هذا التوتر تواثر هو التردد أو فريكونس إذن تواثر أو التواثر إذن هو نفسه التردد إذن لدينا قانون آف الأفريكونس يساوي مقلوب الضور معناه هذا الضور اللي حسبته دين المقلوب تاعه ولكن بشرط يكون بالثانية ما تستعملش ميلي سيكونس ستعمل سيكونس نعوذ واحد قسمة صيفر فاصل صيفر أربعة ثانية عوضنا تعالثانية الآن كم يساوي قادي بالآله حسبوا واحد قسمة صيفر فاصل صيفر أربعة سيبوها خمسة وعشرون الوحدة أبنائي هارد آش زت هذه الوحدة تكون بالهارد هارنصنا التواتر أو ما يسمى بالتردد هاء لو ربطنا مقياس فورت ماتر بين طرفي المصباح قال لك لو كان نستعمل فورت ماتر الآن في مكان هذا الجهاز ما هو التوتر الذي يقيسه الفورت ماتر الفورت ماتر يقين أبناء التوتر الكهربائي المنتج أو الفعال قال لك أحسب قيماته سهلة جدا إذن هاء إذن التوتر الكهربائي المنتج هذا السؤال الأول جاء منعلي التوتر الكهربائي المنتج أو ما يسمى بالفعال ييفيكاس ييفيكاس قال لك أحسب قيمته إذن حساب قيمته إذن أبناء عنا وحدة العلاقة تجمع ما بين التوتر الأعظمي والتوتر المنتج بحيث التوتر الأعظمي إيماكس من قسمه على التوتر الكهربائي المنتج ييفيكاس يعطينا جذر اثنين يعطينا قيمة ثابتة الآن انت لقى من هذا القانون الرئيسي خاصة نيانيا ييفيكاس ييفيكاس ماذا تشوي هذه تطلعنا بجذر نهود إذن يقول إيماكس قسمة جذر اثنين نعوذ الآن سهل جدا شحالصنا التوتر الأعظمي سابقا نقول له ستة فورت ها هو إيماكس ستة فورت ستة فورت قسمة جذر اثنين كم تشوي بالآلة حاسيباء بالتقريب أربعة فاصل أربعة وعشرون فورت هذا هو التوتر المنتج سهل جدا تمرين هذا ثاني معناه يكفيكم لمراجعة التوتر الكهربائي المتنوب هذا يكفيكم فيه كل الأفكار الآن وضعي الإدماجية أبنائي من فضلكم لمازال ما يشتركنا في قناة الأستاذ حمياني الفيزياء عليه بالإشراك فيها وتفعيل زر الجانس حتى تصلكم دروس وقتها وسأرافقكم إذن الله عز وجل حتى للبكالوريا ومن فضلكم اضغطونا على زر إعجاب الفيديو حتى يصل إلى أكبر عدد ممكن من المشاهدين وتعمل فائدة إذن يحب محمد غرس الأشجار والعناية بها فخصص لها مكانا في بيته وبدأ في غرس مختلف الأشجار من زيتون وبرتقال ورمان وكذلك بعض الأنواع من النباتات وذات يوم توجه محمد لحديقته لتفقد أشجاره فتفاجأ من أن لون أوراقها بدأ بالشحوب ولبعض الآخر ظهر عليها الإسفرار وبدأت في التساقط وثيقة معناها هذه وثيقة ثلاثة فقصد مهندس الزراعة معناها وثيقة تبين لنا معناها بعض النباتات ماذا حدث لها بحيث أولاقها بدأت بالشحوب إذن فقصد مهندس الزراعة طالبا منه النصح فأرجع له السبب في ذلك إلى النقص في الكبريتات لدى الأشجار بالأخص هالكبريتات حذر له المهندس محلول سيغته الشريدية سيئي إثنى الموجب زيئة أسو أربعة إثنى سالب ها هو المحلول اللي فيه الكبريتات كبريتات النحاس وطلب منه أن يرشه على الأشجار الأولى في الوضعية يجب التصطير عليها حديدي معنى أف أ وأمره فأرى وصوله إلى بيته بتغيير الدلو قال لها غير لا تروح للمنزل بدل الدلو قال لها هذا المحلول من الدلو الحديدي وبدله لكن محمد تركه إلى يوم الغد معنى خله يوم كامل فتفاجأ محمد بتغيير لون المحلول من الأزرق لأن هذا المحلول يتميز بلونه الأزرق من أين جاء به من شوارد النحاس هي التي لونها أزرق هذا بشي يذكركم بتحول ذرات الحديد إلى شوارد الحديد الثنائي معناها الحديد أصبح شوارد الحديد الثنائي وتشكل طبق حمراء على الجدار داخلي للدلو الطبق الحمراء هي ماذا؟ تحول شوارد النحاس إلى معدن النحاس بعد أن اكتسب إلكترونين وترسب على شكل طبق حمراء معدن النحاس لونه أحمر هنا حذار يتخلطون بين الأحمر والأحمر أجوري اللي هو شوارد حديد ثلاثي أو لا؟ معناه أحمر صضائي هنا طبق حمراء طبق معناه راسب طبق حمراء السؤال واحد ما هو اسم المحلول الذي سيقاته الشريدية؟ سيئي إثنى موجب زائد أسو أربعة إثنى سالب مباشرة محلولة محلولة كبريتات النحاس كبريتات شاردة مركبة سالبة النحاس شاردة بسيطة موجبة هنا لو كان يقول لك صنفهم لحذاري الشاردة البسيطة والمركبة موجبة وسالبة أكتب صيغاته الإحصائية للانتقال من الصيغة الشريدية إلى الصيغة الإحصائية ننزع الأقواس ننزع الموجب ننزع الشحونات هذه اكتبها بدون شحونات إذا شاتولي سي اي اسو أربعة ها خير هي اكتبها قلع هذه الشحونات ثني موجب ثني سالب وقلع الموجب في الوسط والأقواس إذا هذه هي الصيغة الإحصائية فاستر سبب كل من ألف اختفاء اللون الأزرق للمحلول أنا أكتبكم أبناء إيبلي هذا المحلول لونه الأزرق قد يهمي شوارد النحاس كنقل اختفى اللون الأزرق معناه ما هو الشيء الذي اختفى معناه شوارد النحاس إذا شغلوا له اختفاء شوارد النحاس اللي هي السي اي اثنان موجب بحيث تحولت إلى ماذا إلى ذرات النحاس بعد أن اكتسبت إلكترونين وترسبت على شكل طبق حمراء لأن المعدن ما هو إلا مجموعة من الذرات المتراصة باء تشكل طبق حمراء على الجدار الداخلي للدرو طبق الحمراء هي عبارة عن ماذا تحول النحاس إلى معدن إذا شنقولها مباشرة معدن النحاس سي اي هذه شحنة فيها فيها معناه هذه معنى شاردة فيها شحنة هذه ذرة ما فيها ولا شحنة ركزوا جيدا فرق ما بين الشاردة والذرة أن الشاردة فيها شحنة عقلوا لها الشاردة فيها الشحنة الشين عقلوا لي والذرة ما فيها ولا ثلاثة ما هو الفرد الكيميائي المسؤول عن اللون الأخضر فاتح سي من شو كلمة أخضر فاتح عرفوا بالليه شوارد حديث ثنائي إذا شنقولوا له شوارد الحديث الثنائي اللي هو أف أ إثنان موجب هناك شوارد لها ألوان مميزة النحاس شوارد النحاس أزرق شوارد حديث ثنائي أخضر فاتح شوارد حديث ثلاثي أحمر أجوني أصدائي هذو هم الألوان المميزة ما تبقى جعلونها أبيض رابعا أو كيف يتم الكشف عنه عن هذه الشوارد سهلة جدا نكشف عنه بإضافة كاشف ما هو بإضافة أو مباشرة بكاشف ماذا بإضافة هيدروكسيد أو محلول إذن نكتبه محلول هيدروكسيد السوديوم أو ما يسمى أبنائي بصودة أنا أواش إذن الفاتح لن نديرو محلول هيدروكسيد السوديوم سيتشكل لنا رأس بأخضر فاتح يدل على وجود شوارد الحديث هنا هنا نجمو نديرو بالرسم كما نديرو مضارين إذن بواسط عمبو باختبار هكذا وشا نديرو نديرو الكاشف لهو هذا هيدروكسيد السوديوم نديرو له هنا بليه تشكل لنا رأس بأخضر فاتح معناه نستعملوا اللون أخضر هكذا نقول له له هنا رأس بأخضر فاتح ونديرو له من تحت يدل على وجود إذن شوارد الحديث الثنائي أف أ إثناني موجة السؤال الذي له أكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث بالسيغة الشاردية ثم الإحصائية سنبدأ أولا بالسيغة الشاردية المتفاعلة أبنائي كانت لدينا في التمرين المتفاعل الأول الحديد المتفاعل الثاني محلول خبريتة النحاس معناه تديهم غير من نتنقله مصيح إذن كان عنا أف أ الحديد في الحالة الصلبة سوليد زائد ماذا كبريتات النحاس على شكل محلول إذن سي إثناني موجة زائد أس أوربعة إثناني سالب هذا كان عناه محلول آكوس ساهمة الآن كيف أستخرج النواتج أبنائي ذرة الحديد ستدخل وتأخذ مكان الشاردة الموجبة الشاردة السالبة تبقى كما هي لا تتغير لأنها شاردة خاملة ركزوا جيدا المحلول الجديد هذه الأس أوربعة تبقى كما هي كتوها هي اللولة لأنها خاملة أو متفرجة لا تتغير هنا يغير في مكان سي اكتبوا للأف أ وخلوها هذه كما هي لأنه حديث هنا أف أ ها في مكان سي يثنيين موجة ها هو المحلول الجديد إذن يكون على شكل محلول مائي آكوس زائد النحاس سيخرج من المحلول ويتحول إلى ماذا إلى مععدا لهو السي الذي يترصب ويتشكل على شكل طابق حمراء يكون في الحالة الصلبة الآن هل هذه المعادلة لا تحتاج إلى موازن أبنائي أكيد لا لماذا ركزون وقارنوا الذرة بالشاردة لأن الشاردة ما هي إلا ذرة فقدت أو اكتسبت ذرة حديد شاردة حديد تقول هنا تحت متشوب الشحونة وحدة وحدة شاردة نحاس ذرة نحاس شاردة كبريتات هذه بشي أربعة هذه أس أربعة قا عنا وحدة منها أس أربعة عنا وحدة منها معنى هذه المعادلة لا تحتاج إلى موازن الآن بالسيغة الإحصائية أو ما تسمى بالجزائية F-E أبنائي والـ C-E تبقى كما هي لا تتغير F-E في الحالة الصلبة والـ C-E في الحالة الصلبة ما هو الشيء الذي يتغير ما بين قوسين معنى هذا وهذا إذن كيف يصبح نقوم بنزع الأقواس والشحونات والموجب كما ذلنا هنا كيف يصبح C-E-S-O-4 C-E-S-O-4 دوما أكس بحلول مائي الآن نزع الأقواس الشحونات والموجب إذن نصبح F-E-S-O-4 دوما أكس إذن هذه المعادلة بسيق الإحصائي يا أبنائي وهنا نكون قد نهينا حل هذا النموذج الرائع والمقترح بقوة أبنائي في الأخير لا تنسوني من صالح دعيكم لا أعجبكم الفيديو وفهمتوا الدرس وهذه الدروس جيدا ضغطونا على زر إحجاب الفيديو أبنائي حتى يصل إلى أكبر عدد ممكن من المشاهدين وتعاموا الفائدة والدال على الخير كفاعله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا